طب انت تعرف لو اي مريض عنده سكر وعده اردعين سنة لازم نديله ادوية لخفض الدهون حتى لو تحليل الدهون بتاعته كويسة مش عالية ولا حاجة التوصيات دلوقتي بتقول ان اي واحد اكتر من اربعين سنة وعنده سكر مريض بمرض السكر نديله ستاتن حاجة زي اتورفا ستاتن بالمودرت انتنسيتي يعني من 10 ل 20 ميلي جرام في اليوم يعني ارس واحد مساء ده لو مش عنده اي مشاكل او اي ريسك فاكتورز اخرى يعني عيان كويس ومعندوش اي مشاكل غير انه مريض سكر وعمره عادة 40 سنة نديله ستاتن طب افرد هو عنده ريسك فاكتورز عنده مشاكل في الاوعية الدموية تصله بشرايين عنده مشاكل قلب لا ده احنا في الوقت ده هنددله بالجرعة العالية هاي انتنسيتي اللي هي تقريبا اربعين طيب لو المريض اقل من اربعين سنة وما عندوش اي ريسك فاكتورز لا مش هنديله ستاتن مش هنديله ادوية لخفض الدهون لكن بنعمله تحليل الدهون كل سنة اما لو هو عنده ريسك فاكتورز للكارديوفاسكولر ديزيز في الحالة دي بنديله ستاتن بالمودرت انتنسيتي اما لو كان حصله بالفعل اوفرت كارديوفاسكولر اكسدنت حصله مثلا ستروك حصله مثلا اما اي قبل كده هياخد بالهاي انتنسيتي لكن الرسالة اللي انا عايز اوضحها في الفيديو ده ان عيان عندو سكر وما عندوش اي مشاكل تانية لكن سنه عدى اربعين سنة ياخد ستاتن حاجة زي الاتورفا ستاتن من 10 ل 20 ميلي جرام يومية بس كده